بارح عمر مرموش تغلق جدا جدا مع فريق انتراكت فرانكفورت أمام فولفسبورج وسجل هدفين بس كان في حكاية كان في حكاية فولفسبورج ده فريق عمر مرموش السابق مع قبل انتراكت فرانكفورت من أول المباراة من أول المباراة جماهير فولفسبورج بتصفر على عمر مرموش لعوهم السابق عشان سابهم راح مرموش سجل هدف في فريقه السابق فولفزبورج راح عمل الصورة اللي انتوا شايفينها دي انا مستمع انا مستمع مش بيتصفروا انا مستمعكم تمام امر مرموش بعد المباراة لما تسأل قال لا انا كنت باحتفل احتفال عادي وما كانش يرد على جميل فولفزبورج ولا اصلا كان في دماغي الحكاية دي انا بحب الاحتفال دا وانا احتفلت الاحتفال دا فمرموش حبي يخلع منه حبي يخلع منه راح المدرب بتاعه النهاردة في تصريحات انتقل الاحتفال دا وقال انه هو هيتكلم مع مرموش على اللي حصل دا وقال ان احتفاله ما كانش جيد اجدع انت الراجل خلع تشيله الليلة ليه تشيله الليلة ليه هو راجل مرموش نفسه قالك انا بعتز بالايام اللي قضيتها في فولفزبورج وانه ببزل اقصى جهد مع فريق انتراكت فرانكفورج عشان الواجل محترف وبلاش نكبر الموضوع راح مدربه وقالك لا الاحتفال ما كانش جيد وهنتكلم معاه في الموضوع دا بس طبعا انا مرموش يعني انت واضح واضح ان انت كنت مستفز يعني يعني واضح ان الحركة بتقول ان انت كنت مستفز ومتدايق وزعلان وبالمناسبة دي بتحصل عالميا كتير قوي يعني العيبة كتير قوي بتعمل كده بس سيبك انت بقى من الكل دا مرموش بقى في حتة حلوة يعني لو في دل مكمل ميزة مرموش انا بحترمها في اي لعب واتلاحظها اللعب اللي بيبقى السهم بتاعه احمر ويطلع للاخدر بيبقى جامد جدا بيبقى جامد جدا هايل بيفضل يتصاعد 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 مرموش من سنة لسنة بيتصاعد يعني ايه بتقصوا دا يا كريم يعني ملعبش موسم حلو في النص كده واللي فوقيه وحش واللي تحتيه وحش لا هو بيطلع سنة 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 مرموش اعتقد ان دي اخر سنة ليه مع انتراخت فرانكفورت دا لو مش في يناير كمان خلاص هو واحد من اهم اللعيبة الموجودة في الدوري الانماتي حاجة رائعة جدا ترجمة نانسي قنقر